هزمة غير مسبوقة شهدتها مدينة جاكسون عاصمة ولاية ميسيسيب الأمريكية بعد أن تسببت الفيضانات في فشل النظام المياه بالمدينة المدارس أكبرت على التحول إلى التعليم عن بعد وقامت السلطات بعمليات توزيع واسعة للمياه المعبأة بينما ترك أغلب سكان المدينة دون مياه كافية للمراحيض أو لمكافحة الحرائق المدينة التي يقتنها ما يقرب من 150 ألف شخص تبدو بنيتها التحتية للمياه متهالكة وينذر ما شهدته بإمكانية تكراره في مجتمعات أمريكية أخرى صحيفة واشنطن بوست أكدت أن أزمة مياه الشرب التي تشهدها المدينة لا تقتصر عليها وحدها متوقعة أن تتعرض كل أنظمة مياه الشرب في الولايات المتحدة لكارثة محتملة ومشيرة إلى أن تأثيرات تغير المناخ المتفاقمة تدفع أنظمة المياه التي تعاني بالفعل من نقص الموارد والأعباء إلى حافة الهاوية ونقلت واشنطن بوست عن مهندس البيئة في جامعة بوردو أندرو ويلتون أن الولايات المتحدة معرضة لكارثة طبيعية محذراً من التلوث وسط درجات حرارة مرتفعة وفترات جفاف طويلة ولمواجهة هذا الوضع الاستثنائي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي ما يسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة التي تهدف للتخفيف من المعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان ترجمة نانسي قنقر